مرحبا فيكم حبادي برج الحوت فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عامل شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها كارت كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم تحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص في الشخص اللي أنت حطته في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إذن شو مخبيرنا هذا الشهر للحوت الحوت بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد آآ فترة قاتمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوت شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد يتما سبب لك هذا الموضوع مثل يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى أنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فدير بالك منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على في محكمة على نجاح في ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون في محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على 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 النجاح خلينا نحكي الأبراج بشكل عام في عنا جوزاء سرطان تور في أبراج نارية كتير يعني في هوائية كتير عم بتكون وفي ترابية شوي طيب شايفة في شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا فديروا بالكم هذا الشخص في شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك رح يكون رافع يعني راية السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة مشاكل ويعني غيرك أنت فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة علاقة حب من العمل ممكن تكون شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله شريك أو كذا شايفة الأمور رح تنعكس شايفة إنه فيه علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل هون بيّن شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه هذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماما فنكون شوي بس هو بحبنا احنا بنحبه لكن عم بيكون في شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضوج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك فيه أشخاص عم يدعو لك في الليل يا برج الحوت عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم إناس عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق لألك فيه أشخاص بيحبوك يعني نيالك فيه عندك حب حقيقي اللي قلنا عليه ولكن زي ما قلت لك انت فعلا رح تكون حريص من هذا الشخص شايف تغير عندك تغير جذري من ناحية الحب والعلاقة تغير في خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة فيه تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير خلينا نقول معاه زمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو انه شايفك مثل الجوهرة ومثل الشغلة اللي ما رح تتكرر لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني انك ست الحبيب والحبيب كسبك من بعد العلاقة السلاسية من بعد تدخل يمكن من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كذا المهم انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك ناحيته خلينا نشوف عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز شو عم بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها اوه حلو هون عم بشوف اللي هو تحسن مالي والتحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة التطور بالعمل فشايفة ان التطور بالعمل في امنيات في العمل في ترقيات اكتر من ترقية في هاي الفترة مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله خلال هاي الفترة شوف ازا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت اه نفس الكارت لابل شوي اه هنا بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح اه كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر اه رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ رح ترجع حقك من الحبيب اه كيف بيقولو وزيادة يعني اه رح تركز على انه ترجع حقك اه منه هو غلطي يمكن معاك بواحد واثنين وثلاث رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معا صفحة جديدة لانه مبين انه التنين انتوا اه مالكين قلوب اه بعض انا هيك شايفة بالكرت اكتر شي نشوف كرقوت اه اه اذا فيه نصيحة معينة ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك اه شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص كنت خلص فاقد الامل في هذا الشخص او مش حاطت عليه كتير اه يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاطها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور متل تطمينات متل اه هو رح يكون صلاح الدين يمكن متل اه بيقولوه له مصباح على الدين او شي اه رح يكون متل هيك مبارك ان شاء الله يكون يا رب اه بس عم يعني بس حبي كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بستعمل كروت مختلفة لابراج مختلفة هو اصلا وقع لحاله شايفي فسطان زفاف اه شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان اه اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني خلينا نشوف الكروت الرومانس مسلا اه حلو طلعت لك اه مثل اه بيقولك اي برينج يو امسج فرام يور اه تسيز لاو وان بيقولك انا عم بحملك رسالة من الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود عم بيقولك انه هو سعيد اه وبسلام بيقولك اه بيقولك انه بيحبك كتير اي لوفيو فيري موش بليز تونت ووري اباوت مي اه هذا الكرت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة فحبايبي برس الحوت نشوف كمان الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون نقلب مي موريز العلاقة رح تكون اكتر شي عم بتركزوا على الزكريات عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من اول وجديد عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الاماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف بس هو هيك كان الكرت حبايبي برج الحوت بشوفكم بالتوقعات اشتركوا في القناة